موسيقى هولندا دولة أوروبية أخرى تقرر دخول معركة البحر الأحمر ضمن عشرات الدول والتي احتشدت أساطيلها البحرية إلى باب المندب بمبرر صد هجمات جماعة الحوثي على السفن وبحسب وكالة رويتارز فسترسل هولندا سفينة تابعة لها إلى البحر الأحمر للمشاركة في عمليات الصد لتنضم إلى سفن أخرى تقوم بذات المهمة بعضها ضمن المهمة الأوروبية سبيدز والبعض الآخر ضمن تحالف حارس الإزدهار الأمريكي وقد سبق لهولندا المشاركة في العمليات الغربية ضد جماعة الحوثي وكانت في طليعة الدول المشاركة في المهمة الأوروبية سبيدز إلى جانب الدنمارك واليونان كما دعمت العمليات العسكرية والغارات الجوية لكل من أمريكا وبريطانيا في اليمن بات لافتا ارتفاع وطيرة الحضور الدولي في البحر الأحمر وباب المندب خاصة مع السمرار عمليات جماعة الحوثي وبلوغها مرحلة جديدة من التصعيد انتهى في آخر عملية بمقتل ثلاثة من البحارة الفيليب بنيين في استهداف السفينة الأمريكية الأمر الذي آثار ردود فعل عالمية لكن جماعة الحوثي في المقابل لا تعير اهتماما كبيرا بهذا الاحتشاد الدولي كما يبدو وتواصل عملياتها العسكرية على أكثر من صعيد متمسكة بموقفها المتضامن مع قطع غزة ومحملة أمريكا وبريطانيا كل التداعية الناتجة عن رفض إيقاف الحرب الإسرائيلية على القطاع ورغم دعوات التهديئة وعدم توسعة الصراع إلا أن الأمور تمضي في الواقع باتجاه مزيد من التصعيد بينما تحاول القوى الدولية إثبات قدرتها على مواجهة التهديد الحوثي متجاهلة الطريق الأقصر لإنهاء كل هذا وإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر والمنطقة ترجمة نانسي قنقر